صدق مجلس النواب التونسي مؤخرا مشروع قانون الاقتصاد التضامني في خطوة لاقت ترحيبا في البلاد وكان عدد من هذه المبادرات قد أثار جدلا في فترة سابقة على غرار مبادرة واحد جمنا في الجنوب التونسي وصناعة الفخار في سجنان في محافظة بنزرت وتسعى الحكومة التونسية للتأسيس الاقتصاد التضامني يوفر فرص عمل إضافية في المناطق المهمشة تستفيد منها الفئات الفقيرة في ظل التطورات والتوترات السياسية والنعدام النمو والإنتاجية في البلاد لم تكن نورا تعلم أن هذه الأعشاب التي تنمو أمام منزلها ستصبح موردة رزقها حصل ذلك بعد أن طلقت مع عدد من نساء منطقتها تدريبا من إحدى الجمعيات على تقتير بعض النباتات لاستخراج زيوتها كما مكنتها مساعدات بسيطة من بدء عملها فأصبحت بذلك سندا لزوجها في الإنفاق على عائلتها قررنا كيفيش أثناش نبني قررتنا قررهم كيفيش تخيط بسارحة ولينا يعني وليت نعرف نخدم وليت نعرف نقطر وليت نعرف نعاون راجلي ولا مورد رزق داخلي قبل كنت ما نخدم حتى شيء تجارب مشجعة للنهوذ بالمناطق المهمشة ومساعدة الفئات الفقيرة على دخول العجلة الاقتصادية منوال تنموي جديد تبنته الدولة للنهوذ بهذه المناطق خاصة بعد أن أثبت النموذج الاقتصادي القديم أنه بات غير قادر على استعاب طلبات العمل الكبيرة التي تزداد سنة بعد سنة وفي ذل توقعات ببلوغ نسبة البطالة في البلاد مستويات قياسية غير مسبوقة المنوال التنمية الحالي غير قادر أن يستوعب أكثر من 150 ألف سنوين اللي يحالوا على سوق الشغل وبالتالي هذا في الإحصائيات الأولية قادر بشوفرنا سنوين أكثر من 60 ألف موطن شغل جديدة بموجب هذا القانون توفر الدولة المؤسسات التي ستحصل على تصنيف اقتصاد اجتماعي وتضامني عددا من الامتيازات تصل إلى حدود عشر سنوات من الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية ومدية وتنتظر تونس من إقرار هذا التوجه الاقتصادي التنمويا يوفر أكثر من 60 ألف موطن شغل سنويا و200 ألف فرصة عمل بطريقة غير مباشرة الاقتصاد التضامني تجربة مهمة اعتمدت لتكون من روافد الاقتصاد التونسي تجربة يعول عليها للحد من البطالة التي يعاني منها عدد من التونسيين في ظرف اقتصادي صعب تحتاج فيه البلاد لإمكانية كل مواطنها علي الجاسمي العربي تونس ونرحب معنا من تونس بوزير التكوين المهني والتشغيل السابق فوزي عبد الرحمن أهلا وسهلا بك سيد فوزي معنا عندما نتحدث عن الاقتصاد التضامني نتحدث عن مواجهة الكرتال المالي وأيضا عن تفكيك الاقتصاد الريعي وبالتالي هل تعتقد أن هذا القانون الأخير في تونس يحمل الأليات المطلوبة لتنفيذ قانون من هذا النوع هل يحمل الرؤية على المدى الطويل أم أنه يبقى في الإطار التنظيري شكرا على الاستضافة موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موضوع هام جدا لأنه يمثل رافدا ثالثا في الاقتصاد مع القطاع العمومي ومع القطاع الخاص هذا قطاع لا يخضع إلى المال كقيمة أساسية ولكن يعطي الأهمية للعنصر البشري ويعطي الأهمية للاستدامة وللاستقلالية عن الدولة وعن الأصولات العمومية هذا الاقتصاد لم ينتظر التونسيون كما أشرتم في الفيديو الأخير لم ينتظر التونسيون هذا الاقتصاد هذا القانون لكي يتنظموا ولكي يبعثوا مشاريع مع بعض في ميدان الفلاحة والصناعة التقليدية إلى آخره وخاصة في المناطق الأدائية ولكن كما لاحظنا هذا النسيج الاقتصادي الموجود التعضديات والتعاونيات والتعاونيات الفلاحية والتعاونيات الخدمات هذه كلها هي مؤسسات من اقتصاد اجتماعي وتضامني لم تكن لها الآلية القانونية ولم يكن لها قانون يحفزها ويعطيها قيمة أساسية ويعطيها تعريفا أيضا بالنسبة للمنظومة المصرفية والمنظومة الإدارية التونسية فهذا القانون سيؤسس في تقديري وأنا كنت سعيدا جدا بمباشرة هذا القانون عندما كنت وزيرا للتكوين الميني والتشغيل مع مجموعة كبيرة وهو قانون تشاركي شاركت فيه عديد الأطراف لصياغته أنا متأمن جدا أنه سيستجيب إلى خاصية معينة في تونس من ناحية النسيج الاقتصادي بالنسبة للنسيج الاقتصادي سيد فوزي المؤسسات العائلية جزء كبير منها يعود إلى ستينيات القرن الماضي في البلاد يعني هذه العائلات ربما تسيطر على قطاعات اقتصادية واسعة وحتى تتهم بالاحتقار اليوم أين يمكن لهذا الاقتصاد التضامني أن يحقق خرقا ما تذكرينه في إشارة بعيدة نوعا ما تتكلمين حضرتك على اقتصاد الريع اقتصاد الريع هو الاقتصاد الذي لا تكون فيه المؤسسات الاقتصادية خاضعة بكثرة إلى منافسة جدية وفي قطاعات يصعب الدخول فيها من أطراف من فاعلين اقتصاديين جدد وفيها احتكار وفيها مضاربة إلى آخره الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فلسفته مختلفة تماما أولا فلسفته لا تعتمد على رأس المال وعلى المربوح لرأس المال ففلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي اولا هو اقتصاد الربحي هو ليس اقتصاد غير ربحي هو اقتصاد الربحي ولكنه بربحية محدودة حددها القانون التونسي بـ 25% من الفواضل للمؤسسات وبقية الفواضل لابد أن تستثمر في المؤسسة نفسها لتطويرها ولتطوير عملها والحاجة الثانية الشيء الثاني في تسيير هذه المؤسسات صوت واحد لكل إنسان ليس صوت لكل دولار لا يهم الرأس المال هذا بمفهوم الاقتصاد التضامني ولكن في تونس وعلى مستوى عملي كيف سيحقق هذا الاقتصاد خرقا وأين وهل توصيع نطاق الاقتصاد التضامني أو يأتي بالضرورة على حساب أرباح وأعمال المؤسسات العائلية ما قلته أحاولت الإجابة على سؤالك سيدتي هو اقتصاد الريع واقتصاد الريع من جملة الأشياء التي ربما تعطي بديلا له هو اقتصاد الاجتماعي والتضامني ولكن اقتصاد الريع متشعب أكثر كثيرا فاقتصاد الريع لا بد من آلية ضخمة وكبيرة ولا بد من استثمارات عديدة في الميدان الصناعية المنتجة كثيرا اقتصاد التضامني والتجامعي يستطيع أن يكون رافدا ضد اقتصاد الريع من ناحية خلق الثروة يعني بكلمة واحدة هل نفهم من ذلك أنه ليس هناك تضارب بالمصالح هل نفهم أنه ما في تضارب بالمصالح بين الاتجاهين الفلسفة مختلفة لا بد من القضاء على اقتصاد الريع طريقة القضاء عليه ربما قليلا مع التأثير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قليل جدا بالنسبة للترسالة الإجرائية والإدارية والقانونية ومناخ الأعمال التي لا بد أن نتوخها للقضاء على اقتصاد الريع ابقى معي لو سمحت سيد فوزي سأعود إليك ولكن بالبداية نتوقف مع الزميلة رانيا دريدي تطلعنا على تفاصيل أوفى عن الاقتصاد التضامني ومفهومه ودوره في عدد من البلدان حول العالم الاقتصاد التضامني والاجتماعي هو مجموع الأنشطة الانتاجية للسلع والخدمات التي تنتظم في شكل بنيات مهيكلة ومستقلة كجمعيات وتعاونيات وتعاضضيات وغيرها تخضع لتدبير ديمقراطي وتشاركي ويكون الانخراط فيها حرنا يسعى الاقتصاد التضامني إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية من جهة ومبادئ الانصاف والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى ويجعل الإنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية وفوق أي اعتبارات اقتصادية صرفة مثل الربح أو التراكمة ووفق العديد من الخبراء يعد الاقتصاد التضامني دعامة ثالثة إلى جانب كل من القطاعين العمومية والخاصة وفي السنوات الأخيرة وتحديدا بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008 أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحدا من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في العديد من الاقتصادات النامية وحتى المتقدمة في العالم بسبب مساهمتها في نمو الناتج المحلي الاجمالي وكذلك الثروة وخلق فرص العمل فرنسا كما إيطاليا وألمانيا أرست هذا القانون منذ عام 2014 الذي قنن قواعد اشتغال الاقتصاد التضامني وهياكله وأدواته ومكنه بالتالي من اكتساب مواقع ووزن تدريجي في المجتمع دور هام لعبه إذن الاقتصاد التضامني على المستوى الدولي سواء على الصعيدين الاقتصادي أو البشري ففي بعض البلدان الأوروبية يشغلوا هذا الاقتصاد ما يربع على 14 مليون و500 ألف شخص أي نحو 6.5% من السكان النشطين في بلدان الاتحاد الأوروبي وفي بعض البلدان مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا يساهموا الاقتصاد الاجتماعي بأكثر من 10% من الناتج الداخلي للخام كما أنه مكن قرابة 15% من سكان البرازيل أي حوالي 25 مليون ساكن مكنهم من الخروج من عتبة الفقر أما في الأرجنتين فقد تم تحويل بعض المؤسسات المفلسة إلى مؤسسات تعاونية وهذا الأمر حافظ على نحو 10 ألاف موطني شغل كما أن نحو 710 تعاونية اجتماعية في إيطاليا تشغل نحو 23 ألف شخص عربيا صدقت تونس مؤخرا على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعاول الحكومة التونسية على هذا البرنامج الذي يندرج ضمن أكبر الإصلاحات الكبرى التي تسعى لتنفيذها عبر تغييرات جذرية في منوال التنمية وذلك لتكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق النمو والتوازن بين مختلف المحافظات والنهوض بسوق العمل في القطاعات التقليدية والمستحدثة من خلال تنمية أنشطة مبتكرة أعود إلى سيد فوزي عبد الرحمن معنا من تونس سيد فوزي عندما نتحدث عن الاقتصاد التضامن نتحدث اليوم في تونس نتحدث عن أكثر من جهة أولا الحكومة المصرة على مواجهة الكرتال المالي ثانيا نتحدث أيضا عن مجلس المنافسة وهو المتهم بتجاوز كل القرارات التي أصدرت بشأن المنافسة الاقتصادية وأيضا اتحاد الصناعة الممثل لرجال الأعمال وبالتالي هناك عند تقطاب وغيرها بالتأكيد مستقبل الاقتصاد التضامني هل يتوقف على الاتفاق بين مختلف هذه الأقطاب أو اتفاقها فيما بينها أولا فلنعطي بعض الأرقام التي ستجيب على سؤالك السابق والسؤال الحالي المدخول القومي الخام في تونس يفوق قليلا 100 مليار دينار تونسي في السنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمثل أكثر من 1% من هذا المدخول القومي الخام في بعض البلدان الأوروبية كما رأينا يتعدى من 10 إلى 20% حسب بعض البلدان طموحنا في تونس أن نصل في ظرف 3 أو 4 سنوات القادمة إلى 5% من المدخول القومي الخام أي 5 مليارات من الدينارات التونسية هذا طموح مشروع ولكن ترين بهذه الأرقام المجهود الكبير جدا الذي لا بد أن نقوم به من ناحية أن نجعل من الاقتصاد العادي اقتصادا غير رائعي واقتصادا منتج بطبيعة الرافض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيمثل جزءا قليلا منه سيد فوزي سؤال أخير لك من هي الجهات المعنية اليوم بمراقبة مجريات وأليات تطبيق هذا القانون طبعا للحفاظ على العدالة الاجتماعية وحق المنافسة للجميع وبالتالي استفادت الطبقات الأكثر تهميشا في تونس من فرص العمل أولا لا بد مجلس المنافسة كما ذكره سيد رئيس الحكومة في تدخل أخير في مجلس نواب الشعب مجلس المنافسة لا بد أن يشتغل وأن تكون قراراته ملزمة مجلس المنافسة في تونس له 540 قرار غير منفذة مثلا ثانيا لا بد من فتح سوق وفتح المجالات وإزالة الرخص التي لا مجال إليها اليوم في عديد الميادين ثالثا لا بد من إعطاء هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصة لأن يتطور في الجهات وخاصة لابد لي أن أقول هنا أن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليست بالضرورة مؤسسات صغيرة جدا فهي مؤسسات صغيرة صحيحة ولكنها يمكن أن تكون متوسطة ويمكن أن نتخيل أيضا مؤسسات كبيرة داخل هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل مصارف أو تعضويات كبيرة تشغل كثيرا من المواطنين وهذا الخيار مرتهن اليوم بطرف حكومي لا بد من نصوص ترتيبية بعد القانون تمثل خاصة تنظم عمل الهيئة الاستراتيجية العليا المجلس الاستراتيجي الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثم هناك هيئة أخرى ستعنى بتطوير هذا الاقتصاد في الميدان وهي هيئة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فنحن ننتظر هذه النصوص الترتيبية من الحكومة وستكون هذه النصوص الترتيبية أيضا محل تشاور كما كان القانون محل تشاور بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ننتظر أن تكون أيضا كذلك محل تشاور لكن تكون النصوص الترتيبية في نفس روح القانون شكرا جزيلا لك وزير التكوين البهني والتشغيل السابق فوزي عبد الرحمن على كل هذه المعطيات من تونس